وبعد تصويت البرلمان على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني دعا زعي متيار الصدري السيد مقتدى الصدر شعب العراقي للاحتفال في شوارع البلاد وطلب السيد الصدر في تغريدة على تويتر بصلاة ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى ثم الخروج الى الشوارع للاحتفال واصفا تصويت البرلمان على القانون بالمنجز العظيم وقبيل عقد الجلسة وجه السيد الصدر رسالة الى اعضاء البرلمان بشأن قانون تجريم التطبيع حثهم ونصحهم فيها بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني